ومعنا مشاهدين الكرام مباشرة من إسطنبول سيد العقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير العسكري والأمني مرحبا بكم سيد العقيد الركن في الذكرى إذن السابع والتسعين لجيش العراقي برأيك بداية ما الفارق بين الجيش العراقي السابق والجيش العراقي الحالي نعم تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين أعتقد بأنه المتابع للشأن العراقي سواء كان عراقي أو عربي يعرف بصورة واضحة الفرق الكبير ما بين الجيش العراقي السابق والجيش العراقي الحالي الجيش العراقي السابق كانت لديه عقيدة عسكرية واضحة عقيدة وطنية وقومية من خلال الدفاع عن العراق والدفاع عن قضايا الأمة في حروب وجبهات متعددة سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في فلسطين أو في الأردن أو في مصر أعتقد بأن الجيش العراقي ضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن البوابة الشرقية باتجاه إيران وأوقف المشروع الإيراني الفارسي للتمدد في المنطقة طوال الفترة الماضية إلى عام 2003 هذا أولاً المسألة الثانية أنه الجيش العراقي السابق كان فوق الميول وفوق الاتجاهات السياسية لم يكن هذا الجيش طائفي وإنما كان جيش قومي وكان جيش يدافع عن البلد لا فرق حسب العرق أو المذهب وما إلى ذلك من أمور بينما الجيش الحالي أعتقد بأنه مسألة الطائفية غلبت على هذا الجيش وخصوصاً بعد أن قاموا بدمج الميليشيات الطائفية كنوات لهذا الجيش مما أعطى هذا الجيش صفة طائفية واضحة ومقيتة أما مسألة العقيدة العسكرية فأعتقد بأن العقيدة العسكرية لجيوش يجب أن تتبع التوجه السياسي في هذا البلد وأعتقد بأنه بعد عام 2003 هناك تناحر سياسي واضح ما بين الكتل الثلاثة الرئيسية هي الكتلة الشيعية والكتلة السينية والكتلة الكردية مما أدى إلى ضياع العقيدة العسكرية لهذا الجيش يضاف إلى هذا بأنه الفساد الذي يمخر المؤسسة العسكرية العراقية الحالية فحسب تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنه هناك أكثر من 54 ألف فضاء وجد في القوات المسلحة هؤلاء توجد أسماءهم ويتم استلام الرواتب لكنهم غير موجودين يضاف إلى هذا بأنه تفاوت القدرات في القوات العسكرية بحيث الآن عندما نتكلم نتكلم عن خفر سواحل لا نتكلم عن قوة بحرية عراقية موجودة ولا نتكلم عن قوة جوية إلا بعدد من الطائرات التي لا تكاد تتجاوز الثلاثين طائرة يضاف إلى هذا بأنه عندما نتكلم عن أسلحة للدفاع الجوي فإننا نتكلم عن أسلحة بداية تم استيراض قسم من هذه الرشاشات مع احترامنا وجل احتمامنا إلى مصر بتسليح وتصنيع لا يمكن أن يرقى إلى مصافي الدول المتقدمة بينما تمتلك دول الجوار أسلحة ومنظومات صواريخ أسلثية وما إلى ذلك إذن نحن نتكلم عن طبيعة التهديدات حقيقة هذا الجيش الطائفي الجيش الذي تبخره منظومة الفساد لم يستطع أن يصمد أمام بضعة مئات من الإرهابيين في مدينة الموصل وأدى إلى انهيار المنظومة العسكرية بشكل كامل هذا الجيش الذي صرفت عليه أكثر من سبعين مليار منذ الاحتلال إلى اليوم تهاوى أمام أعداد قليلة من الإرهابيين يضاف إذا إلى ذلك عندما نتكلم نحن اليوم عن مؤسسة عسكرية نتكلم عن مؤسسة عسكرية تنتمي إلى مؤسسات تدريبية متعددة فهناك تدريبات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وهناك بريطانيا وكندا وأستراليا وهذا أدى إلى تعدد قواعد الاشتباك في هذا الجيش بحيث لا تقوم هناك منظومة قيادة موحدة ومنظومة سيطرة أيضا لذلك أنا أعتقد بأن الفرق كبير جدا ما بين الجيش العراقي السابق والجيش العراقي الحالي بخصوص العقيدة القتالية التي تطرقت قبل قليل حديث عنها بخصوص الجيش السابق الجيش العراقي الوطني كيف تجلت برأيك مظاهرها في سلوكه عبر العقود الماضية نعم لا شك أنه الجيش العراقي السابق لم يكن يفرق على المذهب أو الطائفة لذلك كان دوره دور لحماية الوطن وحماية المواطنين أيما كان التهديد موجود أما إذا ما أردنا أن نتكلم عن الجيش الحالي وكيف تجلت صفة الوطنية أو ما إلى ذلك فأعتقد بأنه هذا الجيش الذي كان يجب أن يوجه بنادقه إلى الخارج وكان يجب عليه أن يقوم بحماية البلد قام بارتكاب مجازر سواء كانت في الحويجة أو سواء كانت في الفلوجة أو في الرمادي وبهذا يكون قد تحول هذا الجيش من الدفاع عن العراق إلى استخدامه من قبل من قبل جهات سياسية موجودة في العراق حقيقة معروفة بتوجهاتها السياسية الطائفية مما أدى إلى حدوث شرخ كبير جدا في المجتمع العراقي أنا أعتقد بأن الجيش السابق كان فوق الميول وفوق الاتجاهات وكان هذا الجيش ليس طائفيا والدليل على هذا بأنه مسألة الانتساب إلى الجيش أو الدخول إلى الكلية العسكرية لم يكن يذكر فيها مسألة من أي طائفة والنسبة يضاف إلى هذا بأن الجيش الحالي دخلت فيه مسألة المحاصصة الطائفية التي أدت إلى قتل الحرفية في هذا الجيش وأدى إلى تهاوي كثير من القدرات العسكرية التي كان يمتلكها الجيش السابق طيب كلنا يتذكر عفوا سيد الفلاحي كلنا يتذكر قرار حل الجيش العراقي كان من القرارات الأولى وأولويات الحاكم بول بريمار بعد احتلال العراق في عام 2003 لماذا كل هذا الاهتمام الأمريكي بقرار حل الجيش العراقي نعم هم الآن يحاولون أن يتنصلون من هذه القضية ويحاولون أن يقولون بأن هذا القرار كان خطأا كبيرا ارتكبته الإدارة الأمريكية وأنا أعتقد بأن هذا لم يكن خطأ ولكن كان هذا الإجراء إجراء مقصود لأنه حتى في الحرب العالمية الثانية جميع الدول التي انتصرت قامت بحل الجيش سواء كانت في ألمانيا أو في فرنسا أو في مناطق أخرى إذن عندما نتكلم نحن نتكلم عن إجراءات قامت بها دولة الاحتلال وهذا يتنغم مع الطلبات التي قدمتها إسرائيل بحل الجيش العراقي الذي كان يشكل تهديد كبير جدا للكيان الصهيوني أنا أعتقد بأن العراق حقيقة كان الجيش العراقي هو قبة الميزان في المنطقة بشأن التوازنات الإقليمية والتوازنات العربية باتجاه إسرائيل لذلك غياب هذا الجيش أعتقد أنه يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وفي صالح إيران وفي صلاح الكيان الصهيوني وهذا ما حدث فعلا عندما انهارت المنظومة المتواجدة في هذه المنطقة وبدأت كثير من الدول تعاني من التدخلات الخارجية لإيران وكثير من التدخلات لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول بأن قرار حل الجيش العراقي أثر في ميزان القوة في المنطقة وهناك مستفيدين بالتأكيد من هذا القرار نعم أكيد أكيد أنه مسألة حل الجيش العراقي كانت مقصودة يعني والدليل على هذا بأنه المستفيد منها إيران إيران استفادت من مسألة حل الجيش العراقي بشكل كبير جدا فقد جاءوا بكثير من الميليشيات التي تدربت في إيران وجاءوا بها لكي تستلم زمام الأمور في العراق أمريكا لا تريد أن يكون هناك جيش في العراق جيش قوي وجيش يمكن أن يعتمد عليه من قبل الدولة حتى تكون الدولة بحاجة دائما إلى الوجود الأمريكي إيران لا تريد أن يكون هناك جيش قوي يمكن أن يهدد مصالحها في المستقبل وبذلك تحاول الآن أن تدعم ميليشيات الحجد الشعبي بكل ما أوتيت من قوة لكي يكون هذا الجيش هو الظهير والمساند للمشروع الإيراني في المنطقة وهذا ما يجري حاليا في العراق بحيث إذا ما جئنا إلى عمليات التي جرت في استعادة مدينة الفلوجة أطلقت القوات الحكومية على هذه المعركة كسر الإرهاب بينما أطلق الحجد الشعبي على هذه العمليات عمليات 15 شعبان إذن نحن نتكلم عن منظومتين منظومة تعود إلى الحكومة كما يقال ومنظومة أخرى لا تأتمر بأمرة الحكومة وحتى هذه الميليشيات سيد حاتم عفوا هناك محاولات لدمج الميليشيات رسميا في الجيش عمليا كيف سيؤثر على هذا الجيش الحالي بصفته مؤسسة عسكرية حكومية نعم أسأل الدمج الميليشيات أعتقد بأنها تعطي صفة طائفية واضحة لهذا الجيش الذي يحاولون أن يقولون بأن هذا الجيش هو جيش وطني ولكنه جيش طائفي بامتياز والدليل على هذا بأنه النواة الأولى التي شكل بها هذا الجيش كانت نواة طائفية وما جرى بعد ذلك من إحداث أثبتت بأن هذا الجيش طائفي سواء في الفلوجة أو سواء في الحويجة أو سواء في الموصل أو الرمادي والدليل بالمجازر التي اتكب هذا الجيش في الفترة السابقة لذلك أنا أعتقد بأن مسألة دمج الميليشيات هي مسألة تعطي صفة طائفية بامتياز لهذا الجيش سواء كانت في بداية تشكيله أو سواء حاليا لكن ربا قال يقول ألا يمكن العمل على ترميم الجيش الحالي في العراق أو التأسيس عليه لبناء جيش عراقي على غرار الجيش الوطني السابق نعم من الصعوب جدا الآن أن تأتي لبناء هذا الجيش في ظل الهيمنة الطائفية للميليشيات على المشهد العراقي هناك الآن حقيقة في العراق سيطرة كاملة للميليشيات سيطرة أمنية واضحة للميليشيات على الملف الأمني والملف العسكري بشكل كبير جدا يضاف إلى هذا بأن القرار عندما تكون هناك مؤسسة للحجد الشعبي ومؤسسة للجيش العراقي فالكلام يكون إلى الحجد الشعبي اليوم هم يتكلمون عن قوات مكافحة الإرهاب يتكلمون عن الشرطة الاتحادية يتكلمون عن قوات الحجد الشعبي ولكن لها أحد يذكر الجيش العراقي في مسألة استعادة المدن إلا بالشيء القليل إذن نحن نتكلم عن مؤسسة أخرى يحاولون الآن البناء عليها ويحاولون أن يعطون لها الدور الأكبر في استلام زمام الأمور الأمنية والعسكرية في العراق وبهذا تكون هيمنة واضحة للميليشيات على الملف الأمني والعسكري أشكرك شكرا الجزيز سيد عقد الركن حاتم الفلاحي الخبير العسكري والأمني